لكن القرآن والإيمان إذا خالطت بشاشتهم القلوب كان العبد برحمة الله وفضله عبداً صالحاً فالله قال عن كلامه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل برايته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وقالوا تلك الأمثال نذربها للناس وقال وإنه لكتاب عزيز لا لا تهي الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد وقال غير ذلك جل وعلا في كتابه لكن أعظم الآيات ذكراً للقرآن في القرآن قول الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب فلو لم يكفهم لله حج على خلقه إلا هذا القرآن لكفاهم